السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم شمعت الخير ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم اول حاجة نقول لكم انه هذا مجرد توقع نتوقعوا ان الزيادة نسبة 10% و 15% كفاح يكون التغيير المعاشات للناس سوف نزيدكم في المعاشات للناس طبعا اللي تخلص خلصة قليلة لان التثمين السنوي للمنح كديروه في من ماي المي النسبة الكبيرة اكيد رح يضيفوها للناس اللي عندها داخل ضعيف باش يطلعون في الصالة ارتاحهم ولا في الشهرية ومن بعد النسبة طبعا نسبة زيادة تبدأ تنخافض حتى يعني توصل مثلا الناس اللي معاشهم باستة ملايين سيعطوهم 10% متفاهمين وراح تكون نسبة كافية طبعا لباس بها ودوك تشوفوا معي نفترضوا واحد كان يخلص 9 ملايين كيزيدوا 10% فقط رح تولي خلصته بعد الزيادة 900 الف يولي يخلص يعني 9 ملايين و 900 الف طبعا مع الصرف وتلحق حتى 10 ملايين رحنا تشوفوا هنا الحسابات كيف رح تكون مثلا مثلا واحد يخلص مليون و 500 جماعة مليون ونص رئيس الجمهورية طبعا قال زيادة في منح ومعاشات التقاعد اه التقاعد عنا ما نعرفوش لمين حشحال زيدنا الزيادة لما نعملو عملية ضرب اللي نضربو مليون و 500 في العشرة ونقسمو على المياه رح تعطينا نسبة تقريبا مليون و 6 مياه و خمسين الف يعني الزيادة رح يزيدو لكم 150 الف والاكيد منه اللي غالب هو انه نضربوها في 15 مياه يعني اللي كان يخلص مليون و 500 رح يولي يخلص مليون و 725 فعلاه دلنا ضربناها في 15 لانه الخلصة هذه خلصة ضعيفة يعني شهرية صغيرة والارجح انه رح يضربوها في 15 بالمياه اما كل ما تطلع قولنا انه يطلع السالاخ الشهرية رح يضربوها في العشرة طبعا انا من قدرش نقول لكم لانه المنحة التقاعد المنحة للناس خدموا اقل من 15 نسناع كما قلنا طبعا نمدو لهم 75 بالمياه من السميك تفاهمنا السميك طبعا هو زوج جمليين اذا نسبة 15 بالمياه ما يقدروش ممكن رح تكون هناك مفاجأة رح نقول هالكم ممكن تكون مفاجأة منحة جديدة يزيدو هالهم طبعا والله اعلم يعني يخصص هالهم رئيس الجمهورية رح يشوفوا طبعا في الايام الجاية الجاية ان شاء الله نفترضو رح يعطوكم مثلا زوج ملايين و مئتين و خمسين الف على سبيل تعيين واحد يدي مثلا مليون و سبعمية كي نحسبوها على حساب عشرة بالمياه رح نلقوها مليون و ثمن مياه و سبعين الف وكي نحسبوها على حساب مليون و تسعمية و خمسين الف يعني الزيادة هنا رح تكون بالنسبة خمساش بالمياه ستكون ميتين و خمسة و خمسين الف و اذا كان الزيادة طالع عشرة بالمياه رح تكون مياه و سبعين الف هذه منحة التقاعد الآن نبدو طبعا المنح انت معاش عفوا نبدو عفوا نسمحوني نبدو في معاش التقاعد اه طبعا الآن نبدو معاش التقاعد ليخلصو زجملاين الناس اللي يخلصو زجملاين رح يتبقو لكم اكيد الحسبة 15 بالمياه و من غير ما اقول رح يتبقو المعاشة بالمياه لانه المعاش تحم اصغير كي تبقو لهم عشرة بالمياه رح تولي الخلصة تحم زجملاين و متينف اما اذا تبقو عليهم و اكيد يعني 15 بالمياه رح تولي الخلصة تحم زجملاين و 300 الزيادة رح تكون الناس تبقو عليهم 15 بالمياه 300 الف اما النسبة 10 بالمياه رح تكون زيادة ب 200 الف نروحوا للناس يخلصوا زجملاين و 400 اذا تبقو لهم النسبة 10 بالمياه رح تكون الشغريات زجملاين و 600 و 400 الف اما اذا تبقو لهم 15 بالمياه رح تكون زجملاين و 700 و 600 الف رح يخلصوا هذه الخلصة والنسبة الزيادة رح تكون 360 الف بالنسبة العشرة بالمياه رح تكون زيادة 200 و 400 الف الناس تخلص زجملاين و 700 النسبة 10 بالمياه رح تكون الشهريات تحم زجملاين و 970 الف و لما تكون 15 بالمياه رح تكون 3 ملايين و 100 و 500 هنا رح يتبقو لهم 15 بالمياه والزيادة رح تكون 400 و 500 الف اما بالنسبة العشرة بالمياه رح تكون زيادة 200 و 700 الف الزيادة 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 15 بالمياه رح تكون 3 ملايين و 300 الف اما اذا كانت 15 بالمياه رح تكون 3 ملايين و 450 الف طبعا هذه الزيادة تشوفوا فيها يتشبه بزيف الزيادات على الوظيفة العمومي كما تشوفوا الزيادة هنا تاع 15 بالمياه رح تكون 450 الف اما الزيادة بالنسبة الحساب 10 بالمياه رح تكون 300 الف شوفوا الارجح هو الارجح يعني 90 بالمياه رح تكون الحساب رح يكون هذا الشهرية تاع ذاك المتقاعد رح تكون على 15 بالمياه لانه طاقة تحم قليل بزاف فهمتوا؟ الناس اللي تاخد 3 ملايين و 200 رح تكون الشهرية تاح على نسبة 10 بالمياه 10 بالمياه رح تكون 3 ملايين و 680 الف الزيادة رح تتحسب 480 الف بالنسبة على 15 بالمياه 320 الف على نسبة 10 بالمياه الناس اللي تاخد 3 ملايين و 500 على نسبة 10 بالمياه رح تكون ملايين و 250 الف زيادة التحم اللي رح تزيدها ما رح تكون 525 الف آما Advisorarman نسبة 10 بالمياه رح تكون 350 الف لان��ية تخدر راح تكون الشهرية تاحا 4 ملايين المياه 700 الف ايضا الناس اللي تخدر اردتها اردتها 10 بالمئة ستكون 400 الف طبعا هنا تشوفوا الزيادة 6 مئة الف بالنسبة لل 15 بالمئة و 10 بالمئة 400 الف هنا ممكن الزيادة بالنسبة للناس هذو من زوج ملايين حتى 3 ملايين سيزيدون 15 بالمئة وليوخلصوا من 3 ملايين حتى 6 ملايين سيزيدون لهم 13 بالمئة ومن 6 حتى 10 ملايين ستكون زيادة 10 بالمئة هذا مجرد افتراض حسب تكهنات حسب واني نفهمها والنسبة لا نستطيع نعرفه طبعا الناس لديها 4 ملايين ملاحظة سيزيدون لكم ما بين 400 و حتى 600 الف طبعا فيديو سابق ذكرت فيه تقريبا نفس الحسابات وحطيت الكورامة موجودة في القناة لكن تكلمت على الزيادة ما ذكرتش الماعش ونروحوا للناس اللي تخلص 4 ملايين و 500 10 بالمئة 4 ملايين و 950 الف و 15 بالمئة رح يكون 5 ملايين و 75 الف الزيادة رح تكون 6 ملايين و 75 الف أما الناس نسبة 10 بالمئة رح تكون 4 ملايين و 500 الف ما بين ما بين 45 الف و 6 ملايين و 75 الف نسبة 15 بالمئة نسبة 15 بالمئة رح تكون 5 ملايين و 500 الف و لنسبة 15 بالمئة رح تكون 5 ملايين و 700 و 50 الف طبعا الزيادة رح تكون ما بين 750 الف و ما بين 500 الف يعني محصورة ما بين هذا المبلاغين متفاهمين الناس التي تخلص 5 ملايين و 400 10 بالمئة رح تدولي شهريتكم 5 ملايين و 900 و 15 بالمئة رح تكون ما بين 5 مياة و 4 ملايين و 500 و ما بين و مئة و 120 الناس التي تخلص 6 ملايين و 600 و 15 بالمئة رح تكون ست ملايين وتسعمائة. راح يزيدو لكم ما بين ستمائة الف وتسعمائة الف. نظن هنا اه تبدأ النسبة انت عشرة بالمية لانه راح توصل المليون. اه اذا هنا اقل نسبة راح يزيدو زيدوها لكم هي عشرة بالمية. هذه هي الحسابات طبعا كما راكم تشوف. نروحو. الناس تخلص ست ملايين وخمسمائة. عشرة بالمية راح تكون سبعة ملايين ومية وخمسين الف. ونسبة خمستاش بالمية راح تكون سبعة ملايين وربعمية وخمسة سبعين الف. الزيادة راح تكون ما بين ستمائة وخمسين الف وتسعمائة وخمسة وسبعين الف. نحن السبعة ملايين عشرة بالمية راح تكون سبعة ملايين وسبعمائة وخمستاش بالمية راح تكون تملا ملايين وخمسين الف. الزيادة راح تكون ما بين سبعمائة الف. ومليون وخمسين الف. هذه هي طبعا حسابات الفيديو السابق كان هناك فيديو حتى تلكم فيه شهرية وهذا المعاش بين 10% و 15% رأينا نهضر بالزافران يا عبالي بصحل الفايدة تاعكم حبيت نوضح لكم الأمور وأمامكم الجدول كل واحد يشوف الشهرية تاعه بخير شحال الزيادة تاعها بربي ان شاء الله لا تكون كثير منها المهم ان شاء الله ليا الوقت افرحكم هذه الزيادات يبقى دعم القناة والدعم المحتوي اللي هادف المحتوى لي عنده حاجة فايدة لهم وفي رواحكم إلى فيديو اخر دمتم في العيد الله وحفظه مع السلامة موضوع